اليوم هو اليوم وفي فيديو اليوم اجماعة راح اوريكم شيء جوني يحصل خلف الكواليس راح اوريكم بعض التشابهات تجرح لنا وتقول لنا ايش اللي راح يحصل مستقبلا وكمان راح اتكلم عن الاجراءات العجلة اللي اتخذها الان علشان ما يتم خسفي مستقبلا في عندي اجماعة اشياء كثيرة هنا فاتأكدوا بينكم تظنوا معايا من بداية الى نهاية هذا الفيديو مرحبا بكم مرة اخرى اسمي منصور وقدم لكم فيديوهات عن الانترقمية كل يوم وعليكم كيف تحصلوا على ارباح من هذا السوق اذا انت جديد على هذه القناة اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس الان طيب خلونا دخلنا مباشرة تقدروا تشوفها جماعة على فريم الاربع ساعات التقلبات تستمر حصلنا على انخفاض الى مستوى 66500 دولار وبعد كده حصلنا على ارتفاع الى مستوى 59500 دولار فالتقلبات هنا تستمر نمشي بشكل صاعد وبشكل هابط اعتمادنا على النتائج اللي راح تطلع من هذه الانتخابات ومتى راح يطلع الفائز من هذه الانتخابات طبعا حاليا اليوم قاعدين يصوتوا في امريكا فعلى امل بانه في نهاية اليوم او بكرة راح يكون عندنا فكرة جيدة من اللي راح يفوز ولكن راح تكلم اكثر هنا عن هذا بعد شوية الشيء المهم اللي عايزة تكلم عنه هنا اول شيء وهو نفس الشيء اللي قلته في الفيديوهات الماضية راح اتكرر هذا الشيء ليش؟ لانه اذا شوفنا جماعة هنا على البيانات فنشوف بانه في ناس اكثر واكثر يتم خسفهم في خلال الـ 24 ساعة الماضية في اموال اضافية تم خسفها 214 مليون دولار تم عمل اكوديشن لها وهذا بسبب التقلبات فلا تتداول يا جماعة بلافرج عالي تأكدوا بانه يكون في عندكم ادارة للمخاطر واذا انتم تستخدموا استراتيجية تداول تبعي فيتأكدوا يا جماعة بانكم تضيفوا مارجن اكثر كيف تعملوا هذا الشيء؟ اضغطوا على الديتيل وبعد كده اضغط على مور وادجوست مارجن وهنا تقدر يا جماعة تشوفوا في هذه الصفقة اللي تتداول بـ 100 ألف دولار انا اضافت 200 ألف دولار مارجن وليش عملت هذا؟ عملت هذا علشان انقص مستوى الليكوديشن الى 44 ألف وتسعمائة دولار فزي ما انتم شايفين يا جماعة هذا هو الشيء المهم اللي عايز اقوله خليكم منتبهين ومركزين على التقلبات لانه التقلبات هذي هنا راح تخسف ناس كثير وراح تدمر ناس كثير وراح تضيع فلوسهم طيب غير كده يا جماعة فاكيد دائما لازم يكون في عندكم استراتيجية لازم يكون في عندكم فكرة عن ايش اللي راح تعمله لانه الان المفروض انك تعمله انه المفروض بانك تكون اردي خلاص احديت كل شيء كل شيء جاهز لك وانت الان ما تعمل شيء يعني ما تقول انه اوه استنع النسبة ارتفعت 1% اللي كمال اهارس لازم ابيع كل شيء هذه يا جماعة مش هي الطريقة الصحيحة لعمل هذا الشيء في الوقت الحالي المفروض بانك تكون خلاص عندك استراتيجية جاهزة وتسترخي وتضع حزام الامان وتكون جاهز لهذه الرحلة بغض النظر عن من اللي راح يفوز بغض النظر عن ايش اللي راح يحصل المفترض بانه خلاص اردي يكون عندك الاستراتيجية علشان ما يكون لك ردة فعل متهورة للاشياء اللي راح تحصل او للاشياء اللي راح يتم الإعلان عنها لانه اكيد الاعلام حاليا مواقع التواصل الاجتماعي هو المجلات اكيد راح يحاولوا بانه يتلعبوا فيكم راح يحاولوا بانه يأثر عليكم ويهزيكم ويخوفوكم فاخليكم على علم وعلى حذر من هذا الشيء طيب بالنسبة لهيمنة البيتكوين هذا هنا الشيء مثل الاهتمام هيمنة البيتكوين تستمر بالارتفاع على الفريم الاسبوعي واحنا الآن على وشك انه نكسر هذا المستوى اللي هو مستوى 60% فالبيتكوين بشكل عام يستمر بانه يتغلب على اداء الامنات البديلة طيب خلونا جمعنا نتكلم على الانتخابات يبدو الآن وكأنه دونالد ترامب عنده الافضلية في هذه الانتخابات حاليا هنا من بولي ماركت نسبته 62% مقابل 38% ولكن الشيء المثل الاهتمام وهو هنا هل راح يتم الاعلان عن الفائز في تاريخ 5 نوفمبر اللي هو اليوم فقط 23% يقولوا بانه راح نحصل على الفائز يوم 5 نوفمبر ايش معنا هذا الشيء؟ هذا معناته بانه الناس يتوقعوا بانه النسب راح تكون مقتربة جدا من بعضها وراح نحتاج وقت اطول علشان يتم الاعلان عن الفائز فهذا هنا ممكن يستغرق الى 15 ديسمبر لشان طبعا هذا راح يكون 15 ديسمبر هو الموعد النهائي للإعلان عن الفائز ولكن راح نشوفها جماعة ولكن بكل تأكيد طبعا نأمل بانه راح نحصل على الفائز او راح نعرف من الفائز في وقت قريب مثل 5 نوفمبر فكذلما قلت يا جماعة خليكم مجهزين للتقلبات خلال هذه الايام ابتتاء من اليوم طيب شيء مثل الاهتمام كمان حصل امس وهو انه ماونت جوكس قرروا بانه يحركوا بيتكوين بقيمة 2.2 مليار دولار ليش يعملوا هذا الشيء؟ ما نعرف ربما يكونوا حولوها الى محفظة اخرى او ربما في شيء قاعد يحصل ولكن هذا هنا تسبب قلق في السوق كمان وامس حصلنا على اكبر خروج من الاتف طلعت اموال امس بـ 541 مليون دولار من الاسبوت بيتكوين اتي اف فالناس بكل تأكيد طبعا هنا ياخذوا الارباح ويتجنبوا بعض المخاطر في وقت الوصول الى هذه الانتخابات فكل هذه الاموال طبعا مرة اخرى راح تحصل او راح تلاقي طريقها الى البيتكوين اتي اف بعد الانتخابات لانه اعتقد بانه الان في ناس كثير يحاولوا يقللوا المخاطر ويبتعدوا عن المخاطر ولكن فيه كمان اكيد مؤسسات ولعبين كبار جدا ينتظروا لنتيجة من هذه الانتخابات قبل ان يستثمروا اموالهم فاعتقد جماعة بغض النظر عن مين اللي راح يفوز خلونا مثلا نقول بانه اذا فاز دونالد ترامب فمحتمل بان راح نحصل على شيء مثل هذا ولكن طبعا اكيد لان دونالد ترامب كان متوقع بانه راح يفوز فبغض النظر عن الى اين ستتجه هذه الحركة الا ان الناس راح يبدأوا ياخذوا الارباح وبعدها راح ينتهي بين الحال خلونا نقول عند مستوى مرتفع يعني شيء مثل هذا طيب واذا كمان الهارس فازت فالناس راح يخافوا يعني راح نحصل هنا على حركة هابطة بهذا الشكل ولكن بعد كده جماعة في عندنا الناس كانوا منتظرين لنتيجة هذه الانتخابات وفي عندنا كمان الناس اللي راح يقولوا او انتظروا البيتكوين مش معتمد على من اللي راح يكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وراح اوضح لكم مجمع بعض الاشياء هنا في هذا الفيديو توضح لنا اهمية هذا الشيء البيتكوين مش معتمد على من هو رئيس الحكومة الأمريكية البيتكوين راح يستمر بالتألق البيتكوين راح يستمر بالارتفاع وفينا راح يكون في ناس أكثر وأكثر يشتروا البيتكوين مع مرور الوقت طيب وبعدها ممكن نحصل هنا على ارتداد وارتفاع كبير وبعد كذا ربما نحصل على ارتفاع كبير ونمشي بحركة مثل هذه فتقدر تشوف بأنه نعم ممكن يكون حركة السعر مختلفة شوية ولكن النتيجة إنهائية أعتقد بأنه ما راح تكون مختلفة بشكل كبير جدا بالنسبة لفوز دونالد ترمب نعم أعتقد بأنه أشياء جيدة على المدى الطويل راح تحصل وعلى أمل بأنه إذا طلعه الرئيس إنه راح ينفذ كل الأشياء اللي قالها ووعدها لناس الكريبتو ولكن كمال هارس أكيد راح تتبع أموال كبيرة جدا وهذه الفلوس وهذه الأموال راح تلقى طريقها إلى السوق وراح كمان تلاقي نفسها في البيتكوين كمان فبشكل عام الأشياء شكلها جيدة للبيتكوين فقط جماعة شوفوا هنا على بعض هذه الأخبار اللي عندي لكم طيب صندوق التقاعد في ميشيغن اشتروا مش فقط البيتكوين ولكن كمان ايثريوم اشتروا ايثريوم بقيمة 10 ملايين دولار وبيتكوين بقيمة 7 ملايين دولار فصناديق الاستثمار تشتري البيتكوين والولايات تشتري البيتكوين المؤسسات كمان تشتري البيتكوين وفي كل الناس جماعة الآن يشتروي البيتكوين وما راح يكون فيه بيتكوين كافي للناس كلهم علشان يشتروه وانت الآن بدأت تشوف كل هذه الأشياء يعني حتى ولو كما لها رسفازت هؤلاء الناس اللي سراح يستمروا بشراء البيتكوين ولسراح يكون فيه طلب كبير على البيتكوين طيب كمان أول صندوق تقاعد بريطاني مستثمر كمان في البيتكوين فتشوفوا يا جماعة هنا الدومينوز تتقلب بشكل متسلسل طيب الآن جماعة أريد أن أردكم هذا التشابه هذا هنا الإثريوم في الجهة اليسرى على الفريم الأسبوعي وهذه هنا الـ S&P500 في الجهة اليمنى على الفريم الأسبوعي كمان ولا تقدروا تشوفوا جماعة وهو إنها تشابه بعض بشكل كبير جدا خلونا نشوف هنا مثلا في الأسواق التقليدية حصلنا هنا على هبوط في الأسواق التقليدية الـ S&P500 ارتفعنا في عندنا مستوى الدعم أو هذه التشكيلة هنا في الأسفل وبعدها حصلنا على ارتداد وارتفاع من عند هذا الـ Trendline بهذا الشكل وحصلنا على ارتفاعها جدا وهذا يبدو مشابه جدا جدا لنشوفه حاليا في الإثريوم وهذا يقول بأنه راح نحصل على ارتفاع بشكل كبير هنا بسبب الإثريوم فانا مجمعها هنا كمان شيء مؤثر الاهتمام والشيء المهم اللي قاعد يحصل وهو طبعا أكيد الانتخابات مهمة ولكن يوم الخميس راح يكون في عندنا قرار معدل للفائدة للفيدرالي وكمان راح يكون في مؤتمر صحفي وربما في هذا المؤتمر الصحفي راح يبدأوا يقولوا أنه راح يبدأوا بتوقيف رصيدهم ويحاولوا بأنه يحفزوا السوق مرة أخرى فهذه يا جماعة هي دورة السيولة ورح نشوف أشياء مثل الإثمام بيشكل كبير جدا تحصل في خلال هذا الأسبوع ولكن هذا هنا كمان طبعا مهم جدا يوم الخميس إن الواحد يشوف كيف راح يتكلم جيرم باول عن السوق وإشه اللي ممكن الواحد يتوقعه اللي راح يكون في تسهيلات أكثر في المستقبل نعم يا جماعة خليكم مجهزين لتقلبات كبيرة ممكن تحصل في خلال هذا الأسبوع فزي ما قلت يا جماعة في هذا الوقت حاليا المفروض بأنه يكون عندك خلاص استراتيجتك جاهزة وتكون جاهز لهذه الرحلة وما يكون لك ندد فعل سيئة ومدفعلة لكل شيء يحصل من هذه الانتخابات أو من هذه الأحداث بالنسبة لي أنا فقط راح أخلي هذه الإستراتيجية تشوف شغلها خلي هذا البوط يشوف شغله هنا أدت أداء رائع جدا مع هذه التقلبات وإذا ارتفعنا طبعا أكيد في النهاية راح نرتفع هذا ما فيها أي جدال ولكن لما نرتفع إلى أعلى قمة سابقة عند مستوى سبعين أو كانت تلاثة وسبعين ألف وخمسمائة دولار هذه الإستراتيجية جماعة راح تكون بأرباع حائلة جدا فهذا هناك كله رائع وإذا عايزين تستخدموا هذا البوط فأكيد تقدر تعملوا هذا الشيء روحوا إلى صندوق الوصف لهذا الفيديو في عندك هذا الفيديو التعليمي انسخ صفقاتي تقدر تشوفوا هذا الفيديو باللغة التي تعجبكم ولكن تضغطوا هنا على هذا الرابط علشان تسجل وهذا الرابط علشان تكون مؤهل للبونسات وبضغطة زر واحدة راح تضغطين على هذا علشان تقدر تنسخ استراتيجية دول تبعي وتكون جاهزة علشان تدول لك وتدخل لك أموال جماعة هذا كل شيء نديكم اليوم بالتوفيق للجميع وأشوفكم في الفيديو القادم